اشتركوا في القناة 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 المعجونة الخمير يجب أن يجب أن يكون الحدث بشكل سياسي ننجم حربيه شوية ونجمه بشكل حربيه يجب أن يسكن البرد فيه توضع كما يجب أن تجمه فيه لقد تم ويجب أن فصله بشكل حربيه نضيفها بلاستيك كما تشوفوا معايا بعد ما غادي ندهنوا بشوية ديال الزيت غادي ندهنوا بلاستيك ونخليه يرتاح كنعرفوا البنات المسمن هكي لا ما عندكم شي يعني ما بوتوش يدلكوه و تعجنوه مزيان غي هوتي بغي الوقت غي جمعوا غي بيديكم ديروه في بلاستيك بعد ما كدهنوا بالزيت عادية كل ما خليته يرتاح في بلاستيك كل ما تدلك وتيجي هكا البنات بحل عجنتو مزيان يعني غي خليوه انا بعض المرات بحالة كف فوق البرد ولا ملي تنبغي الفطورة كان فطروبية خصا الوليدات ملي كيكونوا غادي للمدرسة بكري كنعجنو وتنخليه فوق البوتاجي غي تنجيها كتنكورو تندير يعني تنطلقو وتندير الشوها كب شوية ديال الفينو معا شوية ديال الخمارة ديال الحلوة باش كيجيها كمورق بصاف البنات كان طيبه مباشرة كيجيها كزوين كيف كتقدروا انكم تعجنوه مثلا في الصباح وتخليه فوق البوتاجي حتى العشياء او مثلا عجنتوه بالليل بعد المرات كندير فيه الفطور وكندير فيه حتى القوتي يعني هالطريقة كتجيكم ساهلة وايضا ما كتجيكمش ما كتعقسكمش خصوصا فوق البرد بعد ما قرست الخبز ديالي خليتو يخمر وانا اتواجدين كماش فطورة نقص عليه بالمهلة البنات التاجين انا كنديرو بكري يعني الوقت اللي كن نصفت الوليداتها كنجمع الطارو هدا كنديرو كنقص عليه العافية مهي لكن كان نرويغيب شوية وبعد المرات قامة كان نروي مني كنديرو الخضراء هي كتلقها ديك المميها وكيطيب السر ديال التاجين وانا كتنقص عليه ويطيب على الالمسافي هنا دستال بنات المسمن ديالي رات تعجنات غادي ناخدها وغادي ندهنها بشوية ديالزيت العادية سوف نديرها في بلاستيك و سوف نخليها حتى نطيب الخبز موراها سوف نديرها كما تشوفوا معايا سوف نخرج منه كم سمن ديال الزعتر و سوف نخلي فيه شوية اللي سوف ندير فيه شوية الزعتر الولدي كما قلت لكم و في نفس الوقت سوف نديره القوتي و سوف ندير حتى العمارة طفل البنات كما دائما 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 كتعرفوني الوقت اللي كان خدم ضروري يديه هنا و يديه هنا باش ما يغلبنيش الشغل يعني ما نجي فيه نسالي خوصا اليوم يعني عندي لها كوموند عندي الغداء عندي ولدي صايم يعني يخصني نوجد القوتي غادي نوجد باقي الكيكا نادس مباشرة طيبة الخبز من بعد ما اخمر خوصا هي ما بغتش هكي يكون غليت ما تكونش فيه البابة فغادي ندوز نطيبه و كما كتشوفوا الخبز ديالي من بعد ما طب هي كان طبعا يستد الخبزات مهم درتستة و شطلي هاد الوحدة هكا صغيرة مهم هاد الخبز الرصافي غادي نغطي هكا باش يبقى رطب و غادي ندوز مباشرة من بعد ما رتح لي العجين ديال المسمن غادي نقطعهم بكويرات المسمن العادي اللي ديما كنشوف معاكم ديال الزعتار ولا المسمن المورق او لا يعني نفس العجين نفس الطريقة فانا غادي نقطعهم و عندي هنا البنات شوية ديال الزعتار عندي الزبدة لحطة تحدى الفران هكا باش تولي لي هكا تولي هكا لينا ولا رطي طبع باش هكا تساعفني بلا من دوبة وبالنسبة لبنات للطريقة سهلة يعني كنسرح هكا الكورة ديال العجين بالزيد ضروري انني دائما نسمن سواء هكا يلي كيكون هكا بزعتار ولا بشحمة ولا هذات لي وجد معاكم دلمساخن او لا لي كان وجدوا معاكم دائما في رمضان لا شكل بسطيلة يعني قال انواع دلمسمن لي كان وجد معاكم السر دياله هو اننا يكون هكا رقيقة البنات يعني حتيبا لنصطها العمل ولو يتقطع الاهم انه يتسرح كيجي رقيقة باش ميجيش مدقص كيجي هكا خفيف وكيجي مورق كنسرح هكا العجين هكا رقيق من بعد كندير شوية ديال الزبدة وكنرشها كب الزعتر وكنولي نرد الجوانب هكا وندير عبتان شوية كوك ديال الزبدة والزعتر وكنسد يعني مسمنها العادي غير هو البنات هذا الميلونج ما بين الزبدة وبين الزعتر كيجي ووار خوصا الابات يعني ما تحتاجوا لها في ريكو لتلاجة كانكو على ridiculous يعني كتسخنوها البنات مع ذيكي جوجي صحιο مع ذيك الزبدة والزعتر كيجي واحد الماداق واحد الريحة واعرة بزاف كيف كتقدروا البنات أن تقوموا هكا بلاست يعني هاZZعطر愈 هكا كتقدروا تاخدو شوية ديال الزبدة هي highly وكتخلطوها مع الفروماج يعني فرومج مثل التعادي كتخلطوهم كتحتوها اليوم بلاستا عادي كتحتوه في ذاك البروماج والزبدة وكترشوب شوية ديال الزعطار ولا تقدروا تديروا حتى البنات الزعطار مع الزعطار مع اليازير كي جيتها هو واعر بزف إن شاء الله في شي روتين علش لا نعود نجربه معكم وخصوصا أننا يعني مقبلين على الشهر الكريم يعني بزف منكم اللي يطلبوني أن نشارك معكم على تسعة الوصفات هكذا اللي كيكونوا ديالا رمضان فأكيد البنات جايين وصفات كتاري اللي هم اقتصاديين وأيضا مختلفين وكي جيوها كزويونين فغادي نكمل بنفس طريقة البنات حتى نساليقاء الكيميالي عندي ديال المسمن وغادي ندوز مباشرة باش نهك ندير مقيلة وغادي نطيبهم بالنسبة لبنات المقيلة كي ما شفتوا معايا هكا فعيمة قالك رادر فيها خير واخده واحد جاب ذاك البابي ديال الحرش وبدأتي حكا بنت له هكا بحل رموز خا حكا ليم زيان وصراحة كرفصاتني في اللول بدأت كتلصق يعني قلت لي را باش تصل هاد المرحلة في المقلة الوجدية را خصك مدة طويلة باش تصل هاد المرحلة انك ما كتستعمش كيمياء ديال الزيت وكتجيل هكا المقيلة يعني تقدر تطيب فيها الحرشة تطيب فيها البسبوسات طيب فيها بالزفد الحويج والمسمن البطبط يعني كتكون هكا كتسعفك وما كتبقاش كتلصق ولا كتعدبك ولكن ما عندنا من دير وصافة لبنات هنا بديت كان طيبهم بالنسبة للمسمن غي كان حطاها كان رشوية الزيت كان حطا مباشرة غي كتصهد كان قلبها باش كتنفخ هكا وكتجي هكا كطايبة من الداخل ومهوية وكتجي ايضا مورقة بالنسبة للكيكة البنات هنا غدي نوجد واحد الخليط ديال الكيكة غير غدي نزيد غدي ندير ستاد لبيضات عندي هنا غي بيض صغير غدي ندير ستا باش نقسموه يعني غدي ندير واحد الكيكة هكا غدي نجمعهم على كوموند فأول كوموند بالنسبة ليا غدي ندليها يعني كيكة هكا كادو من عندي لانه كما قلت لكم اليوم فرحانة فرحانة بزاف لانها اول نهار ديال الكوموند كما قلت لكم مقادر ديال الكيكة غدي ندير واحد الخليط غدي نقسموه على جوج باش غدي ندير واحد الكيك اللي غدي نجمعوه ان شاء الله مع الكوموند والاخر غدي نديرو كما قلت لكم ولدي سايم وفي نفس الوقت يديرو بيه القوتي بالنسبة لبنات الكيكة فانا درت ستاد البيضات ودرت معهم كاس هكا كبير ديال السكار درت كاس مع مرش يعني كاس اللاروب ديال الزيت وكاس ديال الحليب نخلط هنا دوك البيض مع السكار مع قبيصة الملح طريقة العادية كانت تربوهم مزيان من بعد كانولي نزيد الزيت بشوية بشوية ديال كاس اللاروب منولي نزيد كاس ديال الحليب غدي نحيي ديال بنات الخلاط وغدي نزيد مع القادية للكونفوتير ديال مشماش كتعطي واحد دعليكة واحد المدى قزوين بزاف الكيك غدي نخلط وغدي نزيد البنات الدقيق الدقيق هنا تقريبا داتلي واحد جوج كيسان ونص كبار ديال دقيق الدقيق ديما تيبقى على حساب الخالط ودرت ثلاثة ديال الخمارات وضروري البنات من واحد المعلقة هكا كبيرة ديال الخل في الاخير كنزيدوها باش كتجي هكا الكيك يجي شيش بزاف ويجي خفيف صافي غدي نخلط ومبعد نكبوه ماكا في المول صافي كبيت الخالط قسمته يعني درت واحد في هذا المول الصغير واحد اخر درتو في المول الدراري بالنسبة لبناتنا لزين هذا اللي غدي نصفت معلكم واندرت مع الطريفات هكا الشكلات العادي ديال الكالا وزينتو هكا بالكاوكا وإيفيلي وبالنسبة لزيال الدراري درت هكا الفواكي مع السلاق قطعتهم ماكا نخلطهم مع الدقيق موالوي يعني كيجيوها كما بهل تحت وفي الغسط كيجيوها كزويونين مباشرا بعد ما غدي ندخل الكيك ديال الفران بالنسبة لبنات للكفتا فانا درت الكفتا معها شوية ديال البصلة ومعهم العطرية كاملة غدي نقليهم في الحقيقة هي لعندي الخضراء كي مشتو معي فبززف ديال الحشوات كندير مثلا البصلة وكندير الففلة خضراء حمراء صفراء وكندير خزو وكندير الكورجج عاد كنزيد مثلا بحل الكفتا ولا كنزيد لادانت كنزيد جاج كنزيد الطون يعني اي حاجة ولا شعرية تشينوا باش كتجيكم الحشو هكا كتير بزف لكن اليوم ما عنديش للخضراء فانا درتغل الكفتا مع البصلة هي باش غدي نعمر هادوك المسمنات بالنسبة لبنات الهنا المسمن كي ما قلت لكم الحشوة ما غديش تقدني لانه الكويرات ديال العجين كتير فانا درت حتى الطون لخلطه وتواغي مع فروماج حمر وكملت بهم هادوك العمارة بالنسبة للكفتا هنا يزدلال فروماج حمر وخليتها حتى بردات حتى غدي نعمر بها المسمن ديالي بالنسبة لبنات المسمن المعمر فالطريقة اللي تم بارتاجي معكم بزف ديال المرات في رمضان مشتها معاكم طريقة سهلة بالنسبة لحشوات فايتلي بارتاجيت معاكم بزف ديال الحشوات بارتاجيت معاكم غيب الخضيرة يعني غيخ خضراء لبنات هكا البصلة والفالة في الملونة ومعاهم خيزوا محكوك كورجيت محكوكة معاهم هكا إما الشعرية دشينوة ولغي هكا الخضيرة بغيتوا تزيدوا فروماج هكا محكوك عندكم زيدوا ما عندكمش فروماج كتديروا فروماج هكا متلت ما عندكمش غير الخضيرة يعني أراه واللي تحافظي الحشوات ديالي بارتاجيت معاكم بزف دلمرات غيب الخضيرة كنت كان قد معاكم هكا الصينية ديال ديال المسمن في الفران كتجيها كاقتصادية وكتجي زوينة بزف فالطريقة سهلة يعني كنسرح هذيك العجينة ديال المسمن وكي نقول لكم دي ما كنسرحها غيب الزيد وضروري تكون هكا تتسرح مزيان جرقيقة يعني في الوسط وفي الجنب أيضا كننرقزوا عليهم بعد كنحطو هذيك الحشوة يعني بحاجة شكل ديال السيجارة لبناتي اللي بغينا نعمروا هكا ورقة ديال البزطيلة كنردو عليها الجنب وكنولي نلويوها العجينة لبناتي يقوني كتجي هكا مورقة كتجي مقرملة وفي نفس الوقت رطبة كتجي وعرة صافي غادي نعمرهم وغادي يلويهم بها الطريقة يعني الطريقة لبنات مضحة سهلة بزف وراكم يعني هي بنسبة لمبتدئات كنعود لهم بنسبة يعني المتتبعات القدام أراهم صافي حفظوا الطريقة وحفظوا أيضا الحشوات وجربتوا أعود جربتوا والحمد لله يعني إنات الاستحسان ديالكم بزف وكما قد لكم أراها عمرت بالكفتة وملي خاصنيها كثلاث ليلحشوة درت الطون هكا حليت الطون ديال الزيت حكيت علي شوية دل فروماج حملي شوية كتقدروا إلا ما عندكمش ديروا بصيلها هكا غي سهدوها أو الليلة كتعجبكم بصيلة هكا خضرية أو اللبصة خضرية ما طيباش خلطوها مع ذاك الطون ما يحتاج لعطرية لتتشي حاجة وكتعمروا بها بنفس الطريقة وتتسدوهم على شكل سيجاركي ما كتشوفوا كيجيو هكا رطبين وكيجي العجين البنات عكا للنار تحت وبدت كتعطي الطع صافي غادي نستفهم وغادي ندوز غادي ناخد واحد السفرد لبيض يعني السفرد لبيض كفاني فهدو كاملين ناخد السفرد لبيض كنزيد للي شوية خل ووزدت لي هنا قطيرة دي الحليب وشوية دي الحميرة كي بقى لكم الاختيار تسوجا كتعطيه هكا اللونزوين هنا درت غير البنات الحليب معاشوية دي الحل ووزد شوية دي الحميرة وزد معاوم شوية دي السكارغي قريسة هكا باش كتعطينا داك اللونزوين غادي نضهنهم من الفق بطريقة العادية وبالنسبة لتين كيبقى اختياري ندخل الفران سخون ندخل الفران بارد ندخل الفران بارد ندخل الفران بارد ندخل الفران بارد خرجت الكيك ديالا كومود وجمعت هكا المسمن وجمعت الخبز وصافي مشيت حسد ديتهم للسيدة مع ديك جويها الربعونس قدرت معها الخمسة بديتهم لها مع الربعونس صافي عذا بولي ترجعت وعمرت المسمن ديالي لحسب بولدي يعني صايم باش نوجد له كل شي مع ديك ستونس تكون طبيلة هكا واجدة والكيك المسمن هكا معمر كيجي مورق سواء هذا ديال الطن كيجي زوين أو ديال الكفتة أو تقدر تعمرو باش ما بغيتو اللهم أدمها نعمة وحفظها من الزوال يا رب واتمنى أنكم تزيدوا تشجعوني وتشجعوني اكتر وما تنسونيش هالبنات من اللايكات ديالكم والبرتاج أكيد فضلا منكم وليس أمرا نتمنى هاد الفيديو تكون خفيفة على قلوبكم تلاقوا في الفيديو الجاية إن شاء الله ومسلام عليكم